نبي عمي والسر كلمة الأخيرة اللي تمت إذاعتها وتم بثها للرأي العام الرياضي في مصر وفي الوطن العربي وبشكل خاص لأعضاء وجماهير النادي الأهلي أكد من خلال الكلمة دي على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على عدد من المحاور الرئيسية اللي كانت دائما أبدا ثابتة ولا تتباير في النادي الأهلي قيم ومبادئ النادي الأهلي اللي بتحكم علاقته وتعامله مع أي خلاف أو أي مشكلة داخل الإطار الأهلاوي أو في الإطار الرياضي وفي الوسط الرياضي مصريا أو عربيا أو قريا أي أمر بيكون طرف فيه أو له علاقة بشكل أو آخر بمنظومة الرياضة الناجحة مصريا وعربيا ودوليا النادي الأهلي المصري كابتن الخطيب ناشد الجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص لدعم الفريق في مباراته المهمة جدا والمصيرية في مشواره في دور المجموعات في البطولة الأفريقية يوم الثلاثة المقبل إن شاء الله في ستاد برج العرب مع مطالبة الكابتن الخطيب باسمه وباسم كل المسؤولين في النادي وكل رموز هذا التاريخ الكبير اللي بيمثله النادي الأهلي على كافة المستويات وهذا النجاح الكبير أن يكون لكل عنوان للالتزام وإحنا كلنا بنشتغل وبنجتهد عشان الجماهير ترجع وندعم بأفضل شكل ممكن عودة النشاط وامتلاء الاستداد بالجماهير وعودة الاستثمار عودة النشاط بكافة أوجه هذا النشاط مش بس النشاط المستمر بالفعل كبطولات أو مباريات محلية أو دولية ولكن عودة النشاط بكل قوته وبما فيها طبعا من الأمور المهمة والدعمة لهذا النشاط بشكل كبير ومن أولويات نجاح هذا النشاط والاستثمار الرياضي وتدفق الجماهير وكل ما يتعلق بالمستقبل والإنشاءات الرياضية ودور مصر كمان في الرياضة عربيا ودوليا هو عودة الجماهير وامتلاء الملاعب والاستداد بالجماهير وده هيساعد عليه بالدرجة الأولى والتانية والتالتة التزام الجماهير ووعيها ودورها في الفترة الجاية إن شاء الله كمان الكابتن خطيب قال وأكد على أن النادي الأهلي دائما أبدا لا يحيد عن قيمه ومبادئه اللي بتحكمه منذ نشأة هذا النادي العريخ وحتى يومنا هذا في أي قضية بيتعامل معها أو أي مشكلة بيتعامل معها ولا يغير من معايير تعامله أو مبادئ تعامله مع أي مشكلة إلا وفق الإطار المؤسسي المتعرف عليه داخل النادي الأهلي مع احترامه لأمور كثيرة جدا بيقدرها النادي والمسؤولون في النادي منها الصالح العام لهذا الوطن صالح العام للعلاقات بين الجماهير العربية بين علاقات مصر عربيا ودوليا كل ما يمثل الصالح العام للنادي الأهلي بالتأكيد جزء منه وشريك أساسي فيه لأنه رمز حقيقي من رموز النجاح في مصر وفي عالمنا العربي هنبدأ بحديث الكابتن الخطيب أول خبر معنا نهاردة هو الزيارة اللي قام بيها الكابتن الخطيب إلى مقر الفريق إلى بعثة الفريق صافر إلى الإسكندرية قبل المباراة بيومين صافر والتقى اليوم باللاعبين وبعثة الفريق المتواجدة في الإسكندرية قبل اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء القادم مع بطل بوتسوانا تاونشيب البوتسواني على استاد أو على ملعب برج العرب كابتن الخطيب أكد على أهمية هذا اللقاء وأنه لابد من اللعب بروح الفانيلا الحامرة وبذل كل الجهد الممكن من اللاعبين خاصة الكابتن الخطيب بيؤكد أن معهم جهاز فني على مستوى عالي جدا بذل كل ما يستطيعوا خلال فترة الإعداد داخل وخارج مصر لتوفير أفضل فرص لعودة الفريق لصدارة مجموعته أو للمنافسة على صدارة المجموعة وللمنافسة بقوة على الاستمرار في المشوار الأفريقي إن شاء الله وأكد الكابتن المحمود الخطيب لللاعبين أنه لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة وأنه الأهل يعودنا دايما على قدرته على اللحاق بما يفوته في أي مرحلة وبأنه لا يستسلم مهما كانت صعوبة الموقف اللي هو فيه في أي بطولة محلية أو دولية يشارك فيها قدامنا طبعا لقطات من تدريبات الفريق ومعسكر الفريق في الإسكندرية استعدادا لهذا اللقاء على ملعب برج العرب بعد فترة إعداد كانت بدأت على المستوى المحلي أيضا في الإسكندرية ثم كانت الفترة الرئيسية لتحضير الفريق للموسم والارتباطات القادمة محليا ودوليا في أو من خلال المعسكر الأوروبي في كرواتي وشاهد هذا اللقاء تجاوب كبير جدا من لعاب الفريق وأكدوا لرئيس النادي تقدرهم الكامل وإدراكهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم الوافية وأن الجميع سيكون عند حسن الظن خاصة أن الكابتن محمود الخطيب تحدث معهم بأن الأهلي على مدار تاريخه لا يعرف الاستسلام مطلقا وكمان الكل بيناشد الجماهير بدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة من مشوارهم الأفريقي في دور المجموعات في رابطة الأبطال الأفريقية وتم اختيار أيضا قرار لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب انتهى هذا القرار إلى تكليف الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق في النادي الأهلي برئاسة بعثة الفريق لكرة القدم خلال الجولة الرابعة التي تقام على ملعب المنافس بطل بوتسوانا تاونشيب وتقام المباراة بين الفريقين يوم 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات في بطولة أو البطولة الأفريقية أو دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم في نفس الإطار الاهتمام بهذه المباراة تنظيميا جماهيريا التحضير لها عشان تخرج بأفضل شكل ممكن وإحنا بنقول دايما المباراات اللي بقى فيها الجمهور بيمثل اتجاه واحد مباراات للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على ملعبنا مباراات لأي بطل من أبطال مصر في كرة القدم أو في أي رياضة بيمثل النادي أو المنشأة نفسها أو المؤسسة اللي اللعبين بيمثلوها زي كانت النادي الأهلي أو أي نادي آخر وبيمثل الرياضة المصرية بشكل عام بيكون خلفه التفاف ودعم جماهيري كبير جدا في هذه المباراات هي أسهل فرصة اللي بيكون الجمهور فيها في اتجاه واحد وبيملأ الأستاذ سواء كان في مباراة كرة قدم أو أي لعبة أو رياضة أخرى إنها أفضل فرص لنا للعودة تدريجيا لامتلاء الملاعب والاستاذات بالجماهير عشان كده فيه تركيز كبير جدا على البطولة الأفريقية وعلى المباراة القادمة يوم الثلاثة إن شاء الله على استاذ بورج العرب من أجل مزيد من التحضير ووضع نقاط على الحروف في كل ما يتعلق بدور الإدارات التنفيذية المشرفة على الجوانب التنظيمية والتوزيع الإلكتروني والحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة والشفافية الكاملة في كل هذه الأمور وإنها تخرج في الشكل ووفقا للمواعيد المحددة مسبقا لها وحصول الجماهير على حقها في هذه التذاكر بشكل فيه سهولة ويسر للجميع وأيضا يعني عدالة في الفرص نفسها في حصول الجماهير على هذه التذاكر فضلا عن حق طبعا أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجماعية العمومية على الحصول على هذه التذاكر واللي بدأ توزيعها في مقار النادي سواء الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد منذ عصر اليوم تحديدا بدأ توزيع هذه التذاكر وحق الأعضاء في شراء هذه التذاكر بدأ منذ الثالثة عصرا اليوم الأحد كان هذا الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن محمد مرجان وعقد هذا الاجتماع التنصيقي اليوم مع عدد من القائمين على كل الجوانب الإشرافية والتنظيمية على هذه المباراة المهمة يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله حضر هذه الجلسة اللواء محمد الشهابي العضو المتدب لشركة فالكون والأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن مقر الجزيرة واللواء إعماد فوزي حنة مدير أمن فرع الأهلي في الشيخ زايد وأيضا عدد من مدير الإدارات المختلفة المرتبطة بتنظيم هذه المباراة واستضافة النادي الأهلي لها في استاذ أو على ملعب برج العرب كان الجميع متواجد لتوزيع الأدوار بالشكل الأمثل والتأكد من صير خطة العمل الخاصة أو لبتسبق هذه المباراة كما ينبغيه بأفضل شكل ممكن أيضا أكد المدير التنفيذي على ضرورة التزام كافة الإدارات المعنية التيسير على الجماهير في عملية الدخول والتحرك والخروج من الاستاذ بعد المباراة بالالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم الخروج عن النص أو عن اللائق إطلاقا خلال أوقات المباراة والوقوف خلف النادي الأهلي ودعمه بأفضل شكل ممكن للاستكمال مشواره في المنافسات الأفريقية وناقش أيضا كابت محمد مرجان الترتيبات الخاصة بدخول الجماهير إلى استاذ برج العرب وتقرر تحديد بوابات الدخول بالشكل التالي البوابة رقم واحد دخول مجلس الإدارة عضاء مجلس الإدارة وكبار الزوار والبوابة رقم اثنين للفريقين والإعلاميين والحكام وذوي الاحتياجات الخاصة وصبية الملعب والبوابة رقم ثلاثة للمقصورة الأولى شمال والبوابة رقم بوابات ستة وسبعة للدرجة الموحدة والبوابة رقم عشرة لحامل تصاريح السيارة نتمنى طبعا توفق التجربة وتسير الأمور بالشكل الأمثل والكل يأدي دوره كما ينبغي علشان تخرج هذه المباراة كانطلاقة جديدة مع بداية هذا الموسم حتى وإن كانت مباراة يعني أفريقية أو دولية وليست محلية نتمنى تكون بروفا جيدة وفرصة جيدة لتجربة ما يمكن أن نصل إليه شكل التناغم الممكن في استدات وفي ملاعب الرياضة وكرة القدم بشكل خاص في مصر ودور الجماهير ووعيها اللي ممكن نراهن عليه في الفترة الجاية أنه يكون عنصر أساسي في عودة التجربة للنجاح تدريجيا وامتلاء ملاعبنا وعودة وده شكل مؤثر جدا طبعا في النشاط الرياضي وفي الاستثمار الرياضي ومحضرة بالفيديو للعاب الأهلي بالتأكيد ده بيسبق أي مباراة سواء محلية أو أفريقية لها طبع خاص أو أهمية وبيكون المنافس فيها على قدر فني مرتفع أو لها حسابات خاصة بدورها في مشوار الفريق واستمراره في المنافسات المحلية والأفريقية بتكون لها حسابات خاصة جدا وبتسبقها دراسة للفريق وعرض بعض نقاط القوة والضعف أو القصور في صفوف المنافس اللي ممكن استغلالها وأيضا النقاط اللي ممكن التركيز عليها مع اللاعبين للتعامل مع أبرز نقاط القوة في المنافس ده اللي اشتغل عليه الجهاز الفني طبعا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني والكابتر محمد يوسف المدارب العام والقائم بعمال مدير الكرة وكل عناصر الجهاز كان فيه اجتماع مع اللاعبين وعرض بالفيديو لبعض اللقطات والمباريات للمنافس تاونشيب البوتسواني ودراسة المنافس بالشكل الأمثل لوضع أفضل جوانب أو لإدراك اللاعبين للتكليفات الفنية اللي بيضعها الجهاز الفني لهذه المباراة هننتقل بعد تكليفات طبعا المدير الفني اللي اتكلمنا عنها وأكيد أخد وقته في الفترة اللي فاتت مع اللاعبين لعرض كل ما يمكن عرضه على اللاعبين من جوانب خاصة بالأداء أو الجوانب الفنية الخاصة بفريق تاونشيب البوتسواني لاستخدامها أو استغلالها والتعامل معها بالشكل الأمثل فنيا في المباراة المقبلة عندنا كمان بعض اللاعبين اللي بيغيبوا عن معسكر الإسكندرية ومش موجودين في قائمة هذه المباراة بتستمر عملية إعدادهم وتجهزهم فنيا وبدنيا وتدريباتهم في ملعب الجزيرة الكابتن حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول بيواصل ويقود صباح اليوم تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق في الإسكندرية وتضم هذه القائمة عمر جمال وأكرم توفيق وناصر ماهر وبكماني وباسم علي وأحمد علاء ومحمد شريف ومصطفى شبير ومحمود الجزار ومحمد أسام الغندور وبيستعد طبعا الفريق زي ما قلنا لحضراتكم أكثر من مرة لمواجهة تاونشيب يوم الثلاثاء المقبل يصل فريق تاونشيب أو وصل بالفعل ظهر اليوم ويتدرب مساء في برج العرب وتدريبه الأخير يقام غدا على ملعب المباراة استعدادا للمباراة التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وطاونشيب بيعقد أيضا في الرابع عصر غد الاثنين قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في البطولة الأفريقية وبيحضر عن النادي الأهلي في هذا الاجتماع كل من الكابتن محمد يوسف المدرب العام وأيضا الكابتن سامير عدلي المدير الإداري للفريق ويحضر أيضا ويشارك في هذا الاجتماع مندوب بيتم تكليفه ممثلا لفريق تاونشيب البوتسواني وطاقم تحكيم المباراة والاجتماع بيشهد كافة التفاصيل الفنية الخاصة أو أمور تنظيمية زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة بالإضافة إلى التعليمات الخاصة الصادرة من طاقم التحكيم للفريقين وغيرها من الأمور التنظيمية السابقة لأي مباراة باسم علي بينتظم في الميران الجماعي عاقب لقاء تاونشيب البوتسواني باسم علي طبعا اشتكى في الفترة اللي فاتت وخلال معسكر الفريق في كرواتيا من إصابة في الرجبة ولكن بيتعافى منها الحمد لله حسب تأكيدات الجهاز الطبي وأخصائي التأهيل طبعا إشراف الكابتن طاري عبد العزيز أخصائي التأهيل بيشرف على عملية إعداد وتجهيز باسم علي بدنيا وطبيا حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بقوة وتم تجهيزه في الفترة اللي فاتت بعد الشكوى اللي لاحقت باللعب أو الإصابة الطفيفة اللي تعرض لها في الرجبة في خلال أو خلال فترة المعسكر الأوروبي في كرواتيا اللي كانت سابقة على فترة الإعداد الأخيرة هنا قبل المباراة اللي ستقام يوم الثلاثاء ومن المقرر أن ينتظم باسم علي في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق أو عقب المباراة مباشرة بعد نهاية مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا مع النادي الأهلي بينتظم بعدها في التدريبات الجماعية وأيضا أحمد ياسر ريان بيخوض الميران منفردا لظروف خاصة بالتصريح اللي حصل عليها من الجهاز الفني ظروفه الخاصة بالامتحانات وأداء الامتحانات قدت إلى حصوله على إذن من الجهاز الفني للتدريبات المنفردة خلال هذه المرحلة لحين إنهاء الفترة الخاصة بارتباطاته الدراسية أو الخاصة بالامتحانات عندنا كمان المؤتمر الصحفي لكارتيرون غدا في برج العرب يتحدث من خلاله عن كل التفاصيل دايما بيكون في مؤتمر صحفي سابق لكل مباراة مهمة وبتكلم من خلالها الجهاز الفني عن رؤيته لهذه المباراة أو لهذه المرحلة وانطلاقته مع الفريق وفترة الإعداد السابقة محليا أو أوروبيا والمؤتمر الصحفي أيضا لمدارب تاونشيب بيشهد نفس التفاصيل التي تكلمنا عنها ولكن من وجهة نظر الجهاز الفني لفريق أو لبطل قدسوانا وبيعرضوا رؤاهم الفنية عن هذه المباراة أو التعامل مع هذه المرحلة ورؤيتهم لهذا اللقاء المهم للفريقين في البطولة أو في المشوار الأفريقي معنا تفاصيل أكثر طبعا هنعرفها من صبحي حمال